السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام ولو جزء رقم 9 من الفصل الرابع بنتكلم عن الObservation Dislocation بمعنى ايه؟ بمعنى الـ Dislocation اللي احنا بنتكلم عليها دي هل هي حاجة انا ممكن الاحظها مثلا واصورها تحت الميكريسكوب؟ نعم يعني عندي مثلا تلات حاجات بيوصفوا القصة دي عندي اول حاجة اسمية HBits ودي عبارة عن 20 halls created at areas where Dislocation meet the surface this R used to examine the present and the number dynasty of Dislocation يعني هي عبارة الـ HBits دي عبارة عن فتحات صغيرة جدا بتتولد عند السطح عندما تقابل Dislocation عند السطح الماتيريال عندما تقابلها Dislocation او انخلاع طيب وممكن بهذا العدد يوضح لنا dynasty of Dislocation او كلما زادت الـ HBits يوضح لنا قد كده Dislocation كتيرا او اليالا عن كاسفيتها قد دي تاني حاجة لـ Sleep Line وSleep Line a visible line produced at the surface of metallic material by the presence of several thousand Dislocations والSleep Line في الحقيقة بيبان لما يكون عندي آلاف Dislocation في الماتيريال بيبان هذا على السطح ويبين لي ان هي لما يكون هناك في الآلاف من الـ Dislocation حصلت فبيبين لي السليب لين طيب السليب باند هو عبارة عن ايه A collection of many lines slips often easily visible يعني عندما يوجد العديد من السليب لين ابصي لاقي عندي حاجة اسمها السليب باند وهنشوف ده دلوقتي تحت الميكريسكوب الرسومات اللي قدامي دي الـ A وال-B و C بتوضح Sketch Illustrating Dislocation Sleep Plan and H-Bit Location بالحقيقة لما بيحصل السليب لين ونبصي لاقي ان السليب لين اللي هو النتيجة للـ Dislocation عندما يتقابل مع سطح الماتيريال فإن يحصل عندي هولز صغيرة سمى الـ H-Bits زي ما احنا شايفين والرسمة اللي قدامي دي عبارة عن Optical Image لـ Silicon Carbide ونبينة الـ Bits اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي عبارة عن تقاطع الـ Dislocation Plan مع السطح بتاع الماتيريال ونبينة لي قد كده الـ H-Bits ونبينة لي طبعا نظرا لكسرة العدد بتاع زي ما احنا شايفين بتاع الـ H-Bits مبينة لي قد كده ان فيه كسافة كبيرة من الـ H-Bits أما الرسمة التانية فببيني Electronic Photo Micrograph بتاع السلوكيشة اللي سبيكة تيتانيوم ألمينيوم بنبص نلاقي ان في الرسمة الاولانية بيبين لي اللي احنا قلنا اللي سليب لاين عبارة عن إيه اللي سليب لاين عبارة عن تقاطع البلان أو مع الأسطح زي ما احنا شايفين طيب أما أو بيبين لي عدد الـ Lines طيب أبصي لاقي في الرسمة رقم بي بيبين لي هنا اللي هو الـ Slip Bands الـ Slip Bands معناه إيه إن عندي آلاف من أو عندي عدد من الـ Slip Line يعني لما عدد الـ Slip Line يزيد زي ما أنا شايف Line وLine يزيد 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 يديني يديني إيه يديني الـ Slip Line زي ما احنا شايفين وطبعا ده هنا رسمة توضحية بيبين لي هنا الماتيريا للأصل وهنا الماتيريا البعد عملية الـ Plastic Deformation وحصل له سليبينج عندي أكتر من سليب لاين كتير هذا السليب لاين الكتير هو اللي قداني اللي يكون عندي سليب باند أما عندي هنا في السليب لاين السليب لاين في الحقيقة بيبين إن كل لاين من دول مبين لي مئات بل آلاف من الـ Dislocation هي اللي مدياني لسليب لاين ترجمة نانسي قنقر